والكابتن سعد الحفيزي تكلم على دور الكابتن محمود الخطيب وتركيز اللقابين وسلسية كايزر اتشيفز في كلام مهم جدا وتصرحات للكابتن سيد تعالوا نتابع هذه التصرحات للكابتن سيد عقب مباراة الأمس الحفيزي الحقيقة يعني من أنجح مديرين لكورة الحقيقة في مصر وفي النادي الأهلي أما بتشوف المحاضرة أو تشوف الكلام اللي بيقوله الكابتن سعد الحفيزي قبل المباراة وقبل التدريب إحناك بره بنبقى عايزين نزل نلعب أنا ببرك لك كابتن سيد الحقيقة دورك ومهم جدا مجلس الإدارة اللي قدر أنه هو يوفر منق كبير للجهاز الفني وللعيبة مبروك كابتن سيد حبيب تقولي لكل الرجال اللي قدر تنية تحقق البطول العاشر أقول الحمد لله طبعا حمد لله حمد لله ربنا كبير بطولتين مهمين جدا جدا في تاريخنا ومشوارنا مش في تاريخنا مش مرة بس في تاريخ ومشوار النادي الأهلي ككل يعني بيتحقق أرقام يعني أنت النادي الوحيد في على مستوى القارة اللي خلدت بطولها سنواتين واربعات الفين وخمسة واربعات وستة الفين واثناشة وفين وتلتاشر الفين وعشرين وفين واحد وعشرين يعني أأمل يا رب إن شهر رحمن زي النهار ده وزي الأيام دي السنة الجاية نكون محققينها لثالث مرة إن شهر رحمن يعني بطولة كانت صعبة بالتأكيد بينا في مشوارنا عدد من الأندية يعني لها تاريخها ولها مكانتها وبطولتين يعني في السنة الفاتة الدور التمانية والمجموعات كان معاك الهلال السوداني وكان معاك النجمس الحالي وبعدين دور التمانية عندك سان داونس ثم الوداد ثم الزمالك ده السنة الفاتة السنة دي بتقابل في دور التمانية عندك سان داونس وبعدين التراجي وبعد كده بتلعب في النهاية دي مع نهائفة مع كايزر تشيفز كايزر تشيفز يعني من الفرق اللي ما كانتش طبعا مصنفة في الأول لكن قدرت بمجهودها وقدرتها وإرادتها إنها توصل لأبعد نقطة الشوت الأول كان شوت صعب جدا يمكن يمكن من المطشاط اللي كنت قال الآن منها جدا 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 بقى لي ومن ثلاثة مش عايز أقول متوتر لكن كنت يعني الآن لأن المطشاط الكبيرة بيبقى الدافع موجود الناس حسيتنا إن المطولة انتهت وده كان إحساس صعب قوي كان إحساس صعب قوي أن أنت عايز توصل للعيبة حاجات تدينهم دافع أكتر فبدأنا نتكلم على مشوارنا في المستقبل خلي بالك المباراة دايات بتلعب فيها كاس عالم الأندية المباراة دايات يعني محدش بيفتكر هتتعب عشان تقول يعني أنا خدت بطولة 82 من مين المختص قوي والمذاكر قوي هيقولك قوي من كوتوكو 87 من هلال 2001 من سانداونز 2005 من النجمة 2006 من صفاكسي 2012 من الترجي 2013 من أورلاندو 2020 من الزمالك 2021 من كايزر تشيفس أنا عشان مختص ماشي أعرف كده كويس لكن الأهلاوي العادي ممكن يقول لا إحنا خدنا بطولة عشر مرات فإذا أهمية المباراة هي أهمية البطولة مش هتلعب مين وبس يعني فده كان مهم قوي أنه نشتغل عليه قدرنا الحمد لله رب العالمين وربنا وفقنا يعني خلينا نقول ونتبسط ونفرح الحمد لله رب العالمين لكن طبعا عندنا كمان مشوار عايزين نكمله على المستوى المحل أهمية البطولة دور الكبير الحقيقة لنومي مجلس الإدارة برئاسة كابتل محمود الخطيب ربنا كافئ اللعيبة وربنا كافئ المجلس الحقيقة كابت سيد لأن الفترة اللي فاتكت صعبة جدا كل تحمل حملات ويمكن ضغط كبير جدا لكن توفيق ربنا بيبقى مع اللعيبة بيترد وأكيد المجلس تليه دور كبير نفس يعني كل ما زود الضغط عليك كل ما زود الضغط عليك تبقى قوة شخصيتك أنا مؤمن بدا جدا يعني النادي الأهلي هو في المكانة العالية في أفريقيا والمكانة الأعلى في الوطن العربي وفي مصر بالتأكيد فهتضغط يبقى لازم يبقى شخصيات قوية لتستحملها يعني الحمد لله العرب لما عندها رجالة إحنا من النادي إحنا النادي اللي بنحترم كل الناس لكن ما بنخافشهم حتى فالص